بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن التشفير الفيزيائي Physical Cryptography Physical Cryptography التشفير الفيزيائي والتشفير الفيزيائي بتضمن عدد من المناهج المختلفة والطرق الأكثر شروعاً واستخداماً هي عملية تبديل الأحرف بأحرف أخرى أو تبديل الكلمات بكلمات أخرى وكذلك لدينا طريقة تشفير تسمى باستيفانوغرافي وهي عملية إخفاء المعلومات في داخل معلومات أخرى مثل إخفاء النص في داخل صورة وبشكل عام يتم الإشارة للتشفير الفيزيائي إلى أي طريقة لا تغير القيمة من خلال استخدام عملية رياضية يعني لن يتم استخدام عملية رياضية وإنما هي عملية تبديل هذه فكرة التشفير الفيزيائي يوجد لدينا أربعة أنواع للتشفير الفيزيائي عندنا شفرة الاستبدال ولدينا شفرة التبديل ولدينا إخفاء المعلومات ولدينا أنظمة هجينة شفرة الاستبدال وهي عملية استبدال حرف بحرف آخر أو برمز وذلك لتحويل النص المفهوم إلى نص غير مفهوم نشوف هنا عندي مثلا حرف الا تم استبداله بحرف الـ X الـ B تم استبداله بحرف الـ Y الـ C تم استبداله بحرف الـ Z الـ D تم استبداله بحرف الـ A الـ E تم استبداله بحرف الـ B يعني لو لدينا مثلا واحد اثنين ثلاثة ملاحظين معايا اربعة يعني الحرف بيتم كل حرف بيتم ارجاعه اربعة حروف الى الوراء الدي اربعة حروف الى الوراء يعني الدي يعني الاي او ثلاثة حروف عفوا الى الوراء واحد اثنين ثلاثة ثلاثة حروف فيصبح الدي اي ال-EB وهكذا أما ال-A لأنه هو أول حرف يتم أيضاً إرجاعه ثلاثة حروف إلى الوراء فتم تجاوز الزد وال-Y وال-X وموصلنا ال-X طبعاً هذه الطريقة يمكنك القيام بها بسهولة إذا طبعاً وضعت عقلك يعني فيها يعني فكرت مثلاً أنك تقدم الحروف تأخر الحروف وهذا يعتبر مثال بسيط مثلاً عندي هنا أيضاً مثال آخر لاحظوا عندي النص مثلاً A حول إلى H ممكن تعمل H زي الجدول ال-B حول إلى N ال-C حول إلى X ال-D حول إلى E وهكذا كل حرف حول إلى حرف آخر وهذا مثال بسيط للتشفير قد تمنع شخص من فهم الجملة لفترة قصيرة من الزمن وذلك لأنه عندما يقوم بقراءة هذه الجملة سوف يكتشف وجود خطأ وبما أن التغيير هو في أربعة حروف مثلاً أو ثلاثة حروف فبناء على الجملة سوف يحاول فك التشفير من خلال تخمين الحروف الصحيحة ليتمكن من معرفة الجملة الصحيحة وبالتالي كل ما زاد عدد الحروف التي يتم استبدالها كل ما زاد ذلك من درجة قوة التشفير والأفضل هو تشفير جميع الحروف الموجودة في الجملة وتحديد كل حرف بما هو الحرف الذي سوف يتم استبداله يطلق عليها طريقة التشفير واللي هي إيش؟ مفتاح التشفير لو كان لدينا هنا مثلاً مثال بس قبل ما نتكلم عنه زي ما ذكرنا مفتاح التشفير أو اللي هي حتى رسمينه لكم بمفتاح هذه الطريقة التشفير يجب أن تكون لدى المرسل والمرسل إليه والثنين متفقين عليها بحيث يعتبر هذا هو المفتاح اللي رح يتم فيه التشفير وفك التشفير بحيث رح يقوم المرسل من خلال هذا المفتاح بعمل التشفير اللي هو الإنكريبشن عملية التشفير بيطلق عليها إنكريبشن وأما اللي رح يستقبل البيانات رح يقوم بعملية فك التشفير اللي هي ديكريبشن ويجب أن يتم الحفاظ على هذا المفتاح في مكان آمن بحيث أنه لا يحصل عليه أي شخص أو جهة غير الجهة المرسلة والجهة المرسلة إليها لأن حصول شخص غير مصرح له لهذا المفتاح سوف يتمكن من خلاله بالقيام بفك تشفير الرسائل وقراءتها مما يجعل التشفير هنا عديم الجدوى مثال على استخدام هذا المفتاح اللي أمامنا في عملية التشفير وفك التشفير لدينا الكلمة المشفرة التالية لاحظوا هذه كلمة مشفرة غير مفهومة GHGHC غير مفهومة زي ما احنا شايفين لماذا لأنها مشفرة فبناء على المفتاح الموجود لدينا راح نفك التشفير نشوف حرف الجيلي هنا اين في اي حرف يتواجد هذا هو G يعادل ايش يعادل ال H فراح نضيف H قمنا بفك تشفير اول حرف طيب ال H نبحث هنا في السايفر يعني في الشفرة وجدنا ايش A طيب عندي ال G خلينا نشوف ال G ماذا تعادل S فاصبحت دابل S طيب ال H اتفقنا عليها انها A و C N فاصبحت حسن لاحظوا الجملة الغير مفهومة من خلال مفتاح التشفير حولناها من انكريبشن من نص مشفر الى نص غير مشفر واحدة من اشهر طرق التشفير الفيزيائي هي شفرة الروت 13 فكرتها انه عدد الحروف الانجليزية 26 حرف فيتم تقسيمها الى 13 حرف في مقابل 13 حرف زي ما انتم شايفين 13 حرف بالترتيب هي طبعا كل الحروف 26 بالترتيب بس راح نرتب على صدرين الصدر الاول 13 والصدر الثاني 13 بعد كده راح نواجههم مع بعض يعني ال A تعاد ال N وال N تعاد ال A وعلى اساسها اقوم بالتشفير وعشان تكون العملية واضحة يعني بهذا الشكل كل حرف راح يكون مقابله الحرف الثالث عشر على مستوى ترتيب الحروف الابجدية مثال انا عندي هنا النص اللي تم تشفيره من خلال الروت 13 اللي هو SBBQ نريد تحويله الى النص اا او نقوم بفك التشفير يعني نحوله الى نص مفهوم او نعيده الى حالته الاصلية فطبعا بما تم التشفير من خلال الروت 13 فرح نستخدم الروت 13 اللي هي تعتبر مفتاح التشفير وفك التشفير ايضا لكي نقوم بفك تشفير هذه الكلمة عندي الاس لو بحثنا ضمن الحروف سنجد ان الاس يقابله حرف الف فبالتالي اول حرف قمنا بفك تشفيره طيب عندي دبل بي البي هي تعادل الأو فيصبح عندي دبل أو طيب عندي حرف الكيو نبحث عن الكيو يعادل الدي فأصبحت الكلمة بعد ما قمنا بفك تشفيره أصبحت فود لاحظوا ان التشفير بيحول الكلام او الجملة او الكلمة الى نص غير مفهوم لكي بعد كذا لما نيجي عند الدي كريبشن او فك التشفير نحوله الى نص مفهوم مثال اخر على وايضا مثال شهير لعملية التشفير الفيزيائي اللي هو الكيسر سايفر او شفرة القيسر وفكرتها هي استبدال كل حرف ابجدي بالحرف الثالث في ترتيب الحروف الابجدية يعني عندنا هنا لاحظوا هذا النص الطبيعي اللي هو ABC والA تعادل D اللي هي الثالث الB LE تمام عندنا هنا مثلا النص المشفر اللي هو الانكريبشن في XQ نريد فك التشفير وتحويله الى النص الأصلي المفهوم فنشوف حرف الفي اين يتواجد الفي امامه او يقابله حرف الواي بعدين عندي الـ X امامها حرف الـ A والـ Q نبحث عن حرف الـ Q تعادل D yet yet يعني ليس بعد not yet طيب ممتاز كده حولنا النص الى نص مفهوم بس كان الفروض كمان نزود الجملة متلا لشن تكون ايش not yet ليس بعد هذه فكرة تشفير قيصر واللي تعتبر يعني من النوع التشفير الفيزيائي من النوع ايش شفرة الاستبدال شفرة الاستبدال نيجي للنوع الثاني من انواع التشفير الفيزيائي اللي هو شفرة التبديل Transposition Cyphers او Cypher وفكرة طبعا يطلق وفكرتها ان يتميش خلط حروف جملة بطريقة معينة لاحظوا السابقة كانت تبديل الحروف هنا لا عملية خلط لجملة معينة بطريقة معينة وذلك بهدف تحويل الجملة المفهومة الى جملة غير مفهومة لاحظوا هنا جملة اللي هي ايش الجناح الشرقي سوف يهجم في الفجر هذا ايش نص الرسالة الواضحة تم ترتيبة في ثلاثة صفوف ومن ثم تم تشفيرها بهذا الشكل لاحظوا نزول صعود نزول صعود فلاحظوا ترتيبة الحروف كيف سارت اصبحت جملة غير مفهومة طبعا المتلقي للرسالة هيكون عنده مفتاح التشفير فراح يرص هذه الحروف وراح يفهم وراح يحولها الى النص المفهوم اللي هو انه الجناح الشرقي سوف يهجم في الفجر طريقة الدمج هذه الطريقة طريقة الدمج هي مفتاح التشفير واللي رح يتم من خلالها تشفير البيانات ومن خلالها ايضا فك التشفير ويجب ان تكون موجودة لدى كل من المرسل والمرسل اليه لكي يتمكن المرسل من عمل التشفير ويتمكن المرسل اليه من فك التشفير يوجد لدينا عدد من الطرق التي من خلالها يتم خلط الحروف هذه الطريقة يطلق عليها شفرة سكة الحديد شفرة سكة الحديد زي ما شفناها نحن نحط الجمل ضمن ثلاثة سطور ونقوم بالعمل التشفير مثلا عندي جملة هلو وورد جملة واضحة لا نقسمها ضمن الثلاثة لاحظوا هلو بالشكل هذا هلو ممكن نعملها بالشكل هذا بعد كده ناخد الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث فيصبحيش هوريل أود غير مفهومة هذه فكرة إيش شفرة سكة الحديد طيب عندي أيضا شفرة الطريق راوت سايفر وهي تعني أن يتم كتابة النص ومن ثم رسم الطريق معين لخلط هذه الحروف بهدف جعلها غير مفهومة وتشفيرة الطريق هي مثل لحظة معي عندي زي كده مثلا أرس الكلام أو بالطريقة المتعرجة وهكذا طبعا هذا يعتبر مفتاح تشفير من خلاله أشفر الكلام ومن خلاله المستقبل البيانات يقوم بيش بفك التشفير لدينا النقل العامودي وهي عملية تشفير للنص من خلال توزيعه على أعمدة والقيام بعملية الخلط مثال I will study tomorrow أنا راح أدرس بكرة فهنا عندي كم؟ عندي آخر ستة أعمدة بعدين راح أرتب الكلام I will study tomorrow بعد كده حاجة عند العمود الأول لاحظوا ITM ITM وبعدين العمود الثاني عندي جملة ثانية اللي هي WUO العمود الثالث IDR IDR L Y R E TOO SU فلاحظوا أنا حولت من خلال الرصة على عواميد وبعد كده طبعا راح يتم الرص أفقي وبعد كده لا أخذتها عمودي فلاحظوا تم تحويل جملة مفهومة I will study tomorrow إلى جملة غير مفهومة هذا اللي هو نقل عمودي هو اللي مفتاح التشفير واللي راح يتم استخدامه المرسل راح يستخدمه في عملية التشفير والمرسل إليه راح يستخدمه في عملية فك التشفير استيجانو دافي إخفاء المعلومات وهي عملية إخفاء رسالة في داخل رسالة أخرى مما يمنع المتطفلين من الكشف عن الرسالة الحقيقية قد يتم إخفاء النص في نص آخر مثال لاحظوا معايا يقول لك الرسالة الأصلية ذري المسج هي عبارة عن ثلاثة جمل meet me later قابلني لاحقا فهنا لا راح يتم خلطها بجمل إضافية meet the mini meet that are later فتم خلط الثلاثة جمل ببعض الجمل هذه عملية الخلط لا يجب أن يكون مفهومة لدى الشخص المستقبل فراح يستثني الكلام الزائد ويرى الجملة واضحة meet me later أو مثلا أن يتم إخفاء نص رسالة في داخل صورة لاحظوا عندي هنا هنا صورة يتم فيها إخفاء النص طبعا هنا نص رقمي يطلق على الاستيجانوغرافي بالعلامات المائية الإلكترونية حيث يقوم صناع الخرائط والفنانين بهدف حماية حقوق التأليف والنشر بوضع علامات مائية لأعمالهم بهدف حماية حقوق التأليف والنشر مما يجعلهم قادرين على إثبات حصول انتهاك لحقوق النشر قد تكون العلامات المائية واضحة لأن هذه لها علاقة بحقوق النشر لكن في عملية التشفير يجب طبعا أن تكون مخفية الأنظمة الهجينة وهنا يتم دمج طريقتين أو ثلاثة طرق من التشفير الفيزيائي مما يعطينا نظام تشفير صعب في الكسر وقد تم استخدامه في الحرب العالمية الثانية من قبل ألمانيا النازية لتشفير الرسالة التي يتم تبادلها فيما بين القيادة الألمانية والقوات البحرية طبعا أنك تستخدم أكثر من طريقة تشفير ممكن تستخدمها كلها ثلاثة لكي تنتج سيستم أو نظام للتشفير الفيزيائي رح يؤدي طبعا إلى صعوبة فك هذا التشفير إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته